موسيقى طبعا السؤال الأولاني هو كومبيوت 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 تمام فهذا طبعا كان الناس فاكره كومبيوت فطبعا لو انت عندك يبقى اللي هو بيبقى حاجة زي كده بيبقى بيبقى وفيه هنا يعني وانت عايز تحسب على فالفرس أوردر على ده فيه فورميلا لي حد فاكر بقى اه سميشن ان اللي هتساوي فان اللي هتساوي الزيرو يعني صح؟ ده وبعد كده وبعد كده برايم لها نسميها الزيرو يعني ويسميها وبعد كده طبعا موضلة سكوير صح؟ 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 وبعد كده E N minus E zero او لعكسة انا مش فاكر يعني مش هتفرق انا بقى في الحاجات دي طبعا خلي بالك هنا الان ديت is never equal to zero صح؟ الان دي عمرها ما هتساوي الزيرو ده ده او طبعا انت ممكن تحل المسائلين بكذا طريقة يعني بالنسبة لي يعني I would use the layer raising the lower operators اللي هي فيها تقريبا ال P هو تقريبا A plus A dagger صح؟ A dagger minus A تمام A dagger minus A فانت عايز تجيب P to the power 4 وده to the power 4 وفي هنا اصام موضلة سكوير روت انا اتنا معرفش ايه مش هيفرق برضو معانا فانت بس محتاج تحل المسائلين تحل المسائلين في الان ده هنا صح؟ طبعا انت لما هتساوي تحل المسائلين ده لازم تبقى كارفو للوردر فاقشل الكلام دي ما هي الا كده فعلا A dagger minus A 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 That's the correct way to expand لان الحاجات دي مش بيكميوت مع بعض فطبعا انت ممكن انت مش هكتك تبقى كل الترمات طبعا يعني اول حاجة اي ترم فيه الانيليشن اوبريتور تودا ريت هيدروب اوت طالما الايه على اليمين هيدروب اوت صح؟ وفي نفس الوقت اي ترم هيكيب الزيرو زيرو هيدروب اوت صح؟ لانك انت مثلا لو انت عندك ترم بالمنظر ده A A dagger A A dagger صح؟ طبعا الترمي ده لما يأكت على ground state ده يخليها ده يرجحها ground state ground state ground state بس بس الاني دي تبقى تبقى ground state فده هيدروب اوت برده صح؟ فهتلاقي انك انت اللي هيكتريبيوت عندك من الانيليشن ده تلات ترمات تقريبا يعني ممكن تحسبهم يعني بمنتهى السهولة يعني فهي المسألة مش ما بيش فيها مشكلة يعني حسنا؟ السؤال بقى رقم بيه اللي انا يعني احله بتفاصيل اكتر اللي هو بيقولك انت عندك spin half fermion identical spin half fermion في ال potential ده فالهملتون انه هو كده P1 square على 2M plus P2 square على 2M plus alpha وبعد كده SZ صح؟ فالهملتون انه عبارة عن free part بتاع الاولاني كانت تجري بتاع الفيرمي الاولاني وكانت تجري بتاع الفيرمي الاولاني K plus term يعتمد على spin اي وقت هتيجي تحسب في correction using perturbation theory لازم اول حاجة تلابل unperturbed states لان هذه اللي انت تشتغل بها فانت السيستم ده unperturbed states بتاعتك هي عبارة عن ايه؟ طبعا انت عندك two particles في infinite potential من zero لايه؟ صح؟ فانت the special part بتاع wave functions لكل particle لواحده هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ يعني انت مثلاً الparticle الاولاني بتبقى quantum mechanica wave functions في ساعة وليها parameterized by one quantum number نسميه n1 ده طبعاً function في ال x1 ال wave functions ديت هي كده two two over a وبعد كده sign وبعد كده n1 على على ايه ولا اثنين ايه؟ على ايه على ايه وبعد كده x1 في باي في باي صح؟ دي تلال ابصاي بتاعت الparticle الاولاني وابصاي بتاعت الparticle التاني اللي هي كده x2 بقى هي نفس القصة two over a sin n2 pi over a وبعد كده x2 صح؟ ده بقى انت عايز تجيب ال wave function بتاعت ال two particles مع بعض فانت عايز تجيب wave function eigen function الهاملتونيان ده صح؟ بس لان ال two particles مش بيانتراكتوا مع بعض إذن you can use a product solution صح؟ بس خلي بالك two particles are fermions فانت يجب ان تجيب ان التوطل wave function is anti-symmetric مصبوط كده؟ فتعال بقى نحاول انيوميرات الستاتس بتاعتك طبعا انا محتاج برضه اجيب الانيرجي صح؟ فانت لو جبت الانيرجيز بتاعتك هتلاقي انك انت الانيرجي بتاعت الهاملتونيان ده هي الانيرجي بتاعت الparticle الاولاني اللي هي بتسوي n1 square هي بقى pi square على اثنين m ايه square ولا ايه؟ a square h bar square sorry فوق h bar square هنا صح؟ اللي انا ممكن اكتبها كده بقى هي n1 square plus n2 square صح؟ plus اللي هو الالفا الالفا تيرمي ده اللي بقى لك الـ 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 هي بالمنظر ده الـ 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 x1 x2 الـ هي دية في صح؟ فانت لو في عندك حاجة زي كده اثنين على ايه؟ وبعد كده صح؟ اللي انا سميها كده يعني انا مش محتاجة اكتبه كل مرة انا ممكن اسميها كده ممكن اسميها كده ممكن اسميها n1 صح؟ n2 وبعد كده انا محتاجة include the spin part بس دي قابل من space الـ spin part بقى بتاعك انا انا استخدمت في الهاملتونيان total s z فانت استخدم الـ basis اللي هي بتاعت total s z والـ total s صح؟ فانا اكتب له الـ function كده الـ s والـ s z صح؟ او اللي احنا بنسميه ساعة بنسمي ms تقريبا بنسمي ms يعني اللي هو الـ projection على z صح؟ صح؟ خلي بالك these are the basis of solutions انا استيل بقى ما اقولت لك ايهي solutions صح؟ لان خلي بالك الـ actual solutions هي sub-sectors من الـ symmetric symmetric والـ anti symmetric صح؟ لو انا بتكلم على I have to make anti symmetric مظبوط كده فدلوقتي بقى انما total energy سهلة جدا لانك انت kinetic energy الاولاني kinetic energy الثاني plus الحتة ديت دي ما هي الا alpha times ايه بقى times ms اللي هي الحتة ديت يعني صح؟ وفيه اتش بار نصبوط كده تعال بقى نحاول نلابل الـ energy eigen values فانا عايز اجيب ground state ground state الـ state of minimum energy فانا عايز اختار n1 و n2 و ms such that energy is minimum صح؟ لو عايز اخلي energy is minimum clearly انا ممكن اختار الـ n1 ب1 وال n2 برضو ب1 صح؟ و ms كان بقى اه فانت اول حاجة ان كده تعال نختار الـ n1 بتسوي 1 والـ n2 برضو بتسوي 1 صح؟ بس خلي بالك لو انت عملت كده يبقى انت من البداية اخترت ان الـ special part من الـ wave function يبقى symmetric صح؟ انك انت خلاص بقى الـ wave function بتاعتك هي كده n1 اللي هي ب1 في 1 صح؟ اللي انا ممكن اكتبها explicit اللي بقى لها اتنين على a وبعد كده sin pi x1 على a وبعد كده برضو another two over a في عندك sin وبعد كده pi x2 over a واضح يجينا دي symmetric under the swapping متاع x1 و x2 فانا لازم اخلي الـ spin wave function تبقى anti symmetric فلازم تبقى single state صح؟ فانت لازم الـ spin part يبقى عندك single state بس الـ single state اللي هي zero zero صح؟ ما عندكش حل داني غنيت بقى zero zero صح؟ فسعدت الـ energy بتاعتك يبقى داب ون وداب ون والـ ms بزيرو إذن الـ lowest eigen value هي بتسوي كده يعني اثنين وبعد كده pi square وبعد كده h bar square على اثنين m a square and the ground state wave function هي عبارة عن كده بقى psi ground state اللي هي zero ديت هي عبارة عن اللي هي one one ديت times chi singlet تمام؟ اللي أنا لو كتبتها بالتفصيل هتبقى اللي هي ديت يعني one one zero zero صح؟ اللي هي ديت هذا حسنا؟ جيد دلوقتي احنا عايزين نجيب الـ next هو السؤال بيسألك find the transition amplitude at time t to the next state was higher energy فانعايز اجيب الـ next state was higher energy صح؟ فانت عندك بقى احنا عايزين نجيب the next number بعد الرقم فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تخلي ده مثلاً تخلي ده two وده one او one و two صح؟ اه فلو انت اخترت مثلاً let's choose ده يعني تعال نخلي الـ N1 بone والـ N2 بtwo والعكس صح؟ فالـ special part بتعرويه function هيبقى ايه؟ ما خلي بالك انت لازم اه فانت الـ special part هيبقى كده اللي هو هيبقى one two two وبعد كده two one صح؟ plus minus ده الـ special part هيئمة symmetrize هيئمة anti-symmetrize صح؟ very good لو انا symmetrize يبقى لازم الـ spin part يبقى ايه؟ singlet صح؟ ساعتها لو انا بقى if i symmetrized يبقى الانيرجي التعتي بتتساوي كم؟ هيبقى فينا عندك one one يبقى ده one وده two يبقى ده خمسة سوري يبقى ده اربعة بس لو انا اخترت one two plus two one فالـ special part is symmetric يبقى الـ spin part يبقى الـ anti-symmetrize صح؟ يبقى ده كم؟ صفر مظبوط؟ تمام؟ فيه حاجة ممكن اعملها اقل من كده يبقى ده بقى انت بتقول لي كأنك انت بتقول لي الـ next excited energy هي بتساوي كم؟ بتساوي خمسة times الرقم ده يبقى الـ e one بتساوي خمسة times الرقم ده ما خلاص ده بقى بصفر صح؟ لان الـ special part is symmetric فلازم الـ spin part يبقى anti-symmetric طالما انت symmetric يبقى singlet طالما انت symmetric يبقى 0 يبقى 0 يبقى الـ ms ب0 يبقى ترمي بها يدروب قوي صح؟ بس انا ممكن اعمل ايه؟ ايه؟ ايه 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 انا اخليها انت symmetric صح؟ ولو هي انت symmetric يبقى الترمي ده لسه زي ما هو بس طالما انت symmetric يبقى الـ spin part هو triplet يبقى انا ساعدتها عشان اقلل الـ energy ممكن اختار الـ ms بكام؟ negative 1 صح؟ فساعدتها ممكن تخلي ده كده ايه؟ يبقى ده كده negative 1 يعني صح؟ وطبعا الـ alpha في المسألة is given انها positive ففعلا ده اقل من الرقم اللي قبل كده يعني فانت هي انك انت الـ special part يبقى anti symmetric والـ spin part يبقى اللي هي chi triplet ومش اي chi triplet كمان ده chi triplet اللي هي اللي هي 1-1 صح؟ دي قيمة اقل قيمة الـ energy بعد ground state طبعا كان حد ممكن يقولي طب انا كنت ممكن اعمل نفس القصة في ground state اخلي ده ات 1-1 واخلي ده اللي هو triplet بس مش ينفع اه لانك انت الـ special part اصلا by construction symmetric طبعا ما هو 1-1 يعني صح؟ اذا خلاص بس دلوقتي بقى لو انت عايز تحسب transition amplitude لو عايز تحسب transition amplitude خلي بالك برضو فيه حد كان ممكن يقولك ايه انا كنت ممكن كنت ممكن اعمل ايه كان ممكن حد اه تمام اه بري جود الفان تلوقتي لو عايز تحسب transition amplitude انت عايز تحسب transition amplitude من الـ state date صح؟ للـ state date اللي هي بتسوي كده اللي هي بقى one two minus two one times اللي هي الـ triplet يعني صح؟ اللي هي ممكن تكتبها كده يعني one two minus two one and one minus طبعا turn amplitude هي Okay صح؟ يعني اه او مش طبعا الهاميلتونيان انت عشان تحسب the transition amplitude sorry عشان تحسب the transition amplitude انت عندك H' بالمنظر ده ال H' T هذا يساوي λ S X وبعد ذلك exponential minus T على tau صح؟ لكن ال Transition Amplitude هي المترقس ال H' between the Unperturbed States صح؟ فأنت عاستي جيب ال H' ما بين اللي هي ال Ip Si zero وال Ip Si one يعني صح؟ تمام؟ بس يكن تسيني ده بيساوي صفر يعني لأنك انت مثلا ال H' اول حاجة لا يعتمد عن ال Space صح؟ فأنت اقشل ال Special Parts بتاع ال Wave Function هيفاكتور اوت اه فيبقى لك ال Symmetric ضوطت مع صحيح ال Antisymmetric ضوطت مع Symmetric يعني بس ده بيساوي صفر صح؟ إذا ضوطت الحتة ديت مالحتة دي بيساوي صفر يعني مزبوك كده لأن ده هيساوي كده طبعا لأن ال H' ده ال H' ده بيعتمد بس على ال Spin ال Matrix element ده هيبول دون انك انت هتملتبلاي ال Special Parts مع بعض صح؟ بس دهما نقلت بنا على بعض لأن واحدة Symmetric واحدة Antisymmetric يعني صح؟ فهي تنزيش ال Ampereachium بتسوي صفر واضحة دي يا جماعة فأنت في أي مسألة فيها Perturbation Enumerate the Ampereachium لازم تقول لي هم ايه بالضبط وبعد كده كل تنزيش ال Ampereachium هي Matrix element استحت ال H' في ال Ampereachium يعني فهي تركة الوحيدة في المسألة زي كده انك انت فعلا تنزيش ال Ampereachium ده Ampereachium ده Ampereachium which enjoys the correct physics او الاتصال الاتصال مع the correct physics انه في مسألة زي كده انت عندك two identical fermions فلازم تبقى Antisymmetric يعني تمام؟ المسألة الثانية كان عندك هاملتونيان بالمنظر ده H بيسوي H0 plus Lambda H' where الهاملتونيان ك two by two matrix بقى هو A وبعد كده Lambda Delta وبعد كده Lambda Delta وبعد كده A طبعا لو انت عندك مسألة بقى 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 ما هي لو مش لو ايه هتبقى المسألة Degenerate عشان كده انا خليتها بيه عشان يبقى عندك تستخدم Degenerate theory طبعا لانها two state system او two state problem او ان عندك الهيلبرت two dimensional فاكيد this is the most this is general two by two Hermitian matrix يعني طبعا الصود the most general two by two Hermitian matrix يعني هي عبارة عن identity plus sigma x صح؟ this matrix ما هي الا A times two by two identity plus Lambda Delta times sigma x صح؟ والSigma x اللي هو صح؟ طبعا المسألة انت ممكن تحسب the eigen vectors and the eigen values exactly the eigen values هتجبها من the discriminant equation هذه سهلة جدا يعني ولو مش عايز تجبها من the discriminant equation انت برضو المسألة سهلة جدا لانك انت عندك two by two matrix فالtwo possible eigen values lambda one plus lambda two التريس بتاعهم بيسوي كم؟ a plus b صح؟ والdeterminant اللي هو lambda one في lambda two بيسوي كم؟ بيسوي SAB minus lambda square delta square صح؟ فانت بقى ايه؟ انت ممكن تحل المعادتين وانت تجيب lambda one و lambda two بدل ما تعمل the discriminant equation وانت تجيب الرؤيتس يعني انك انت مفكر انت ممكن من السيجمات على فكرة ده عملنا في ماثمريكا الفيزيكس زمان انك انت لو انت two by two then two eigen values the sum هو trace and the product يعني فمن المعادتين ممكن تجيب lambda one و lambda two و يعني انا اقولك على حاجة في المسألة دية بقية الظريفة برضو خلي بالك الهاملتونيان ده يكميوت مع سيجما اكس اه لانه هو identity plus سيجما اكس يعني فالهاملتونيان و سيجما اكس they have common eigenvector يعني فالأيجن فكرة الهاملتونيان هو اصلا سيجما اكس بتوع السيجما اكس بتوع السيجما اكس وعنديني في compute by brute force هي سهلة برضو لان المسألة two by two يعني صح؟ the exact solution is direct وبعد كده بقى انك انت انك انت بقى تحسب الحاجات دية بالperturbation theory برضو سهلة جدا لانك انت let's assume انا مش عايز احسب كل حاجة exactly فانا هعمل المسألة على انها perturbation فطبعا الامبر تربط هاملتونيان اللي هو H0 صح؟ ال H0 اللي هو بيساوي A 0 0 B اجين لازم عليبه للامبر تربط states بتاعته والامبر تربط eigenvalues طبعا الامبر تربط eigenvalues زيال A ايه وال B والامبر تربط eigenvectors 1 1 و 0 و 1 فانت عندك اللغة 1 0 ده ممكن تسميه مثلا إبصاي 1 و 1 ده ممكن تسميه مثلا لازم عليبه A و عندك اللغة 0 و 1 ده ممكن تسميه مثلا لازم عليبه صح؟ ال first order correction بقى طبعا ال A لا تساوي B مزبوط كده مع ان انا مش اقيل كده بس يعني خلاص ال A لا تساوي B فالمسألة يقوم بيساوي لها ننضيج من التربation theory فال first order correction على to first order correction eigenvector to second order correction to second order تمام طبعا دي سهلة يعني لو هتحسب هو مجرد يعني صح؟ دي سهلة جدا السؤال رقم B بقى اللي هي بيقولك إبقى عندك hydrogen atom N L في الاستات N L M هي subject time dependent time dependent perturbation H prime or T such that بقى انه H prime بيكميوت مع parity operator this H prime بيكميوت مع parity operator فبقولك derive a selection rule على quantum transitions induced by this H prime صح؟ التركب في انك انت الكمبيوت selection rule انك انت الانت الستس بتاعتك فانت عايز تحسب بكميات N L M وبعد كده H prime P وبعد كده N prime L prime M prime الكمية دي بتسوي صفر صح؟ بس اللي هي بقى ممكن احسبه انت عندك N L M وبعد كده H prime وبعد كده P وبعد كده N prime L prime M minus N L M وبعد كده P وبعد كده H prime وبعد كده N prime L prime M صح؟ ده كله بيسوي صفر بس P لما يأكتع على الستس ديت احنا عارفين بقى دلوقتي خلاص ان الاكشن بتاع الـ يديك minus 1 to the power of L prime صح؟ فانت الحتة ديت تديني minus 1 to the power L prime وبعد كده يبقى لك N L M H prime N prime L prime M صح؟ الحتة ديت عندك P فممكن يأكتع الحتة ديت يديك minus 1 to the power L ويبقى لك N L M وبعد كده H prime N prime L prime M prime كل ده بيسوي صفر يعني صح؟ دي بتسوي minus 1 to the power L طبعا ده L prime يعني اه ده بتسوي minus 1 to the power L وبعد كده N L M H prime H prime N prime L prime صح؟ اه فـ تقولك N تقولك إيه بقى ها لازم لازم L ده تسوي L هو ممكن تعمل ايه بقى؟ انت ممكن طبعا ديت L prime يعني صح؟ صح؟ اه انت ممكن تضرب الطرفين في minus 1 to the power L مثلا صح؟ فيبقى فيين عندك L صح؟ وده 2 L مظبوط كده؟ بس الكمية دايما بوان مظبوط؟ يبقى انا خلاص سأشيل الكمية ديت لان L دايما even فأنا سأشيل الكمية ديت يعني فcorrect selection rule تقولك ان L prime plus L لازم تكون ايه؟ even يعني مش شرط L تسوي L prime اللي هي هيكت من هنا يعني مش مش نوت نسيساري يعني ممكن L لا تسوي L prime بس ترمى sum is even خلاص بس 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 دي اعتقد الناس كتير حلتها صحي يعني المسألة برضه اللي بعد كده اللي قدت لconfusion كبير هي انك انت المسألة تقول طبعا ده السؤال ثلاثة ايه؟ انك انت بس ترمي الكونتوم ميكانيكا السيستم اللي هاملتونيوم بتاعه اتش زيرو و للسيستم اناشيالي السيستم في الستيت اي بساي ان اي بساي ان H prime ده time dependent perturbation بس بالمنظر ده A some operator لا يعتمد على ال time وبعد كده some function of time such that ان ال A ده بيكميوت مع ال H0 يعني صح؟ فبقولك show that the system will not experience any quantum transition to another stationary state صح؟ لو انت عايش في السيستم هيعمل transition لتين transition amplitude هي given by the matrix element of the unperturbed hamiltonia فانت عايش تحسب الكمية ده Psi M وبعد كده H prime Psi N صح؟ ال M تكيمياتي تبقى I am vanishing يعني مسبوق كده فليها طبعا بتسوي كده Psi M وبعد كده A وبعد كده Psi N طبعا ال F و T ده هتخرج برا ال matrix element صح لانا function of time وأنا هنا بعمل matrix element integration on space بس لان A وال H0 وده وده مذكورة في المسألة اذا A وال H0 صح؟ اذا لو H0 على Psi N بيسوي EN Psi N اذا اكيد A برضو على ال Psi N بيسوي some number A N times Psi N صح؟ فخلاص يعني بقى الكمية ديت A على ال Psi N أو A على ال Psi N مش هتفعل النواهر mission الكمية ده تبقى F of T وبعد كده A على Psi N هيديك some number A N أخرجه برا ال matrix element ده يبقى عندك A N وبعد كده Psi M times Psi N يعني صح؟ فـ This is not vanishing only لما ال M بتسوي ال N صح؟ فانت لو بدأ في ال N هتفضل في ال N يعني كده فـ Transition Amplitude بتسوي F of T A N وبعد كده Delta N M فانت مش يحصل أي quantum transition تمام؟ اللي عايز فعلا يفكر في مسألة ظريفة برضو لايه؟ ما هو دلوقتي انا استخدمت انت دلوقتي كن عندك الكمية ديت صح؟ صح؟ بس لأن ال A وال H0 are two Hermitian Commuting Operators then they have some multiluous eigen functions فأكيد ال A على Psi N بيسوي رقم times Psi N فده نستخدمته هنا يعني ففي هنا عندك A N وبعد كده خرجت ال A N فيبقى لي ال product ده إذن The only M ممكن تروح له هي ال N فانت مش يحصل transition يعني هو بس برضو اللي زي ما اقول اللي عايز يفكر في مسألة ظريفة أسيوم انك انت عندك هاملتون بالمنظر ده H بيسوي H0 plus اللي هو الهاملتونيان ده يعني ايه؟ function of time يعني اوكي وانت بتدور على solution to time dependent شردينجان ده يعني H ناكشي يشو برضو انك انت عندك time time dependent ستتروني ال function يبقى فيس برضو يعني تراي تبروف N حاول تجيب بقى إبسي فت ديت على انها sum function في ال time ما عرفش بقى تبقى عاملة ازاي وبعد كده eigen function لل H0 يعني ولل Hn ده H0 على الإبسي N بتسوي En على الإبسي N دي سهل على فكرة يعني انت يمكن ان تظهر ان السلوشن بتاع time dependent شردينجان هو still phase times a solution of ال eigen value problem بتاع H0 يعني فده ممكن تثبتها المسألة اللي بعدها بقى اللي هي اكشي special case من النظرية ديت او من ال result ديت انك انت في المسألة اللي بعدها انت عندك hydrogen atom طبعا N L M و subject للمagnetic field ده ان ال B بيساوي وبعد كده في اتجاه I hat طبعا وبعد كده cosine K.R minus omega T صح طبعا لو hydrogen atom موجودة في magnetic field ال coupling الوحيد اللي احنا عارفين اللي هو interaction ما بين magnetic field وال magnetic dipole moment تعطي ال hydrogen atom صح؟ فانت ال interaction هاملتونيان اللي هو H bar هيساوي minus mu dot magnetic field ده يعني صح؟ والميو ده بقى اللي هو magnetic moment اللي هو بيساوي L plus S يعني صح؟ اللي هو يبقى هيبقى حاجة زي كده يعني 2S وبعد كده هنا هيبقى في عندك minus E over 2M صح؟ ميو orbital وميو spin وانا في الامتحان قلتلك أصلا مش فرق ال spin يعني بس let's keep it this way دلوقتي بقى المجنيتك فيل ده you are given في المسألة ان ال k.r is very very small صح؟ ان ال k.r is almost zero يعني فانت اعمل expansion of magnetic field up to and keep on the first leading expansion في المجنيتك فيل ده يعني زي ما عملنا في الالكتر ديبول فلو انت عملت كده هتلاقي ان المجنيتك فيل ده ما هو إلا B zero وبعد كده I hat طبعا عندي مش محتاجة يعني وبعد كده هتبقى cos omega t صح؟ ده اللي هو the first term لما k.r بتصوى صفر يعني والحدي يا جماعة دلوقتي بقى انا بس محتاجة دوت المجنيتك فيل ده مع ال L مضبوط اذا ال interaction هاملتونيان H' هيسوي كده اه هيبقى عندك minus B zero طبعا يبقى عندك plus B zero وبعد كده E وبعد كده L دوت ال B بس ال B في I hat صح؟ فهيديك اللي هو Lx وبعد كده وميجا تي صح؟ وفي نفس الوقت برضو عندك term من ال spin صح؟ في عندك term بالمنظر ده يعني Lx plus 2Sx cos sin وميجا تي صح؟ بس لو انت بصيت this hamiltonian هو عبارة عن كده some operator لا يعتمد على time time some function في time ومش بس كده ده this operator بيكميوت مع ال H zero لأن Lx بيكميوت مع ال H zero اللي هو الأمبر تربد هملتوني متى الهيدروجين أتم والSx بيكميوت مع ال H zero اللي هو الأمبر تربد هملتوني متى الهيدروجين أتم إذن ده اسميش الكسم النظرية اللي فاتت يعني مش يحصل أي transition which you can confirm me explicitly if you sandwich the operator between the umperturbed the state of the hydrogen يعني صح؟ صح؟ فدي برضه another zero result في الامتعان يعني أو اللي بلس ولي مينس 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 أو أو المسألة اللي بعد كده إنك إنت عندك هيليوم آتم هيليوم آتم in the ground state المسألة تقول لك ignore اللي هو الالكترون الالكترون repulsion تمام؟ فأنت عندك بس two hydrogenic eigen functions يعني two electrons مش بيتكلموا مع بعض ودلوقتي الpotential بتاعك اللي هو V اللي هو R1 minus R2 ده بيسوي كده some constant وبعد كده delta function R1 minus R2 وبعد كده في spin part اللي هو S1 بتاع الإلكترون الأولاني في S2 بتاع الإلكترون الثاني ودلوقتي بقى السؤال اللي هو هاته first order correction لل ground state energy يعني صح؟ طبعاً لو أنت تتكلم عن ground state ground state ground state بتاعت الإلكترون بتاعت الهيليوم آتم صح؟ فأنت دلوقتي السؤال هتستخدم هتستخدم Degenerate Perturbation Theory ولا non-degenerate Perturbation Theory صح؟ طبعاً ground state بتاعت إلكترون إلكترون في الهيليوم آتم هي هي إيه بقى؟ أنا أول حاجة عايزة أجيب unperturbated states بس طبعاً لأن أنا عندي two non-interacting electrons في الهيليوم آتم فال ground state بتاعتهم أو ال wave function باعتهم هي product من 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 هيدروجينيوم آتم يعني فالspecial Part بتاعك يبقى كده ground state بتاعت الأولاني في ground state بتاعت التاني يعني صح؟ R2 بس لأن الspecial Part is symmetric في R1 والR2 طبعاً خلي بالك ديت مش exactly الهيدروجينيوم آتم أنت في عندك نتيجة نتيجة نيوكلس على شارج 2 يعني والكلام ده اللي سفيه حنا زمان فلازم يبقى ال spin part اللي هو singlet صح كده very good وطبعاً لأن singlet is non-degenerate فممكن تستخدم non-degenerate بتلبية تيوري يعني فأنت كل أنت محتاج تحسبه ومحتاج تجيب ال expectation value بتاعت ال potential ده in these states صح؟ فأنت محتاج تجيب expectation value بتاعت اللي هو طبعاً V0 وبعد كده عندك delta r1 minus r2 وبعد كده s1 dot s2 في ال states اللي هي ديت يعني صح؟ في ال states اللي هي 0 طبعاً هي المفروض إن ديت اللي هي 100 يعني وديت اللي هي 100 ده اللي أنا قصدي به صح؟ فأنت أنا بتحسبها في 100 وطبعاً السنجلت وهنا برضو 100 وهي السنجلت يعني صح؟ فطبعاً بقى كل حاجة فالحتة ديت هتروح مع 100 والسنجلت هتروح مع spin part يعني فأنت عايز تحسبها هتبقى عندك بالمنظر دي يعني add v0 وبعد كده بقى expectation value بتاعت delta function على ال states صح؟ فأنت عايز تحسب ال integral ده phi 100 r1 phi 100 r2 وبعد كده delta r1 minus r2 وبعد كده phi 100 r1 phi 100 r2 وبعد كده delta 3 delta 3 delta 3 ايه بقى؟ delta 3 delta 3 ايه بقى؟ r1 delta 3 r2 صح؟ وبعد كده يبقى لك بقى الحتة بتاعت ال spin فأنت عايز تجيب اللي هي singlet عايز تجيب S1 ضد S2 ده في singlet اللي هي طبعا اللي هي 00 وهنا 00 يعني صح؟ طبعا الكمية دي سهلة جدا يعني دي direct delta function صح؟ هتعمل الانتجرة هتغير لك كل r1 r2 يعني وهكذا يعني صح؟ الايه؟ يعني عامل مرة هتشيب r2 هتشيبقى كل r2 بr1 وهيتفضل بالانتجرة r1 ده هيبقى normalization اه بالظبط كده اوكي فالحتة ده تسهلة تحسبها يعني هتعمل r2 integral هيبدل لك كل r2 بr1 صح؟ فهيبقى عندك product of the normalization متاع ground c التالي والتانية يعني فانت هتكون لك تلك فالفاكتوريز كلها مصبوك كده جماعة ولا انا كنت تفكر r1 0 0 ايه 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 صح؟ 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 بس لانا نيوكليز دلوقتي يعلقها صح؟ يبقى لك بس الحتة ديت صح؟ بس خلي بالك البازيس بتاعتي هي single triplet اللي هي s1 والs2 متعرفهاش صح؟ لانا من بداية اخترت اللي هو single triplet فساعتا لازم اكتب ده بدلالة يعني صح؟ اللي هو total spin total s يعني فتلاقي طبعا انا كنت dot s2 ديت بتسوي تقريبا كده half وبعد كده total s square minus s1 square minus s2 square صح؟ بس طبعا دي بتلاتة على اربعة h bar square ديت دايما كده فده كده ثلاثة على اربعة h bar square وده برضو ثلاثة على اربعة h bar square فانتبقى فين عندك factor of two يعني صح؟ انت بس محتاج تجيب الexpectation value بتاع الoperator ده على states ديت يعني بس ال s square على states ديت ديديك zero يعني صح؟ فانت الكمية ديت في الاخر ما هي الا factor of two هي canceling factor of two ما هي الا minus three over four وبعد كده h bar square يعني اوكي؟ بس كده بس كده الايه؟ ما هو فاروق انت عندك صح؟ اللي هي طبعا ديت لها تقريبا minus r one plus r two over a الاتنين في بعض الاتنين في بعض r one plus r two times the board radius يعني over the board radius وفيه factor of two هنا يعني صح؟ وكذلك الحتة ديت مظبوط فانت تعمل اول حاجة تعمل r integral لما تعمل r integral ايوة 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 فانت للطلب اطلعلك كده است TERN يعني ايوة ما ما carp بس كده يعني ده اللي اقصد عليه يعني صح فانت ده بقى ممكن تجيب دلة يعني بس فهو ده كان ال اه اه يا بلاش بجاند يا بلاش ده انا حليته اه مش عارف اشتركوا في القناة